السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده الجزء التاني للبلوفر تريكور اللي احنا بدأنا نعمله في الجزء الاول اشتغلنا الوش والظهر وعرفنا طريقة حربة القيبة وحربة الرقبة الجزء ده ان شاء الله هنشتغل فيه الدراعات وكمان هنتعلم نحرد الدراعات بتاعة البلوفر وهنشتغل الاساور اللي ما كناش اشتغلناه في الجزء الاول وبتتشغل بعد ما البلوفر بيخلص وكمان هنشتغل الزونت هنبدأ ان شاء الله هنبدأ نعمل القمة اول حاجة القمة هو كمان بيعتمد على المقاس زيه وزي البلوفر نفسه طيب اول حاجة بنبدأ نعملها ايه في القمة ده بيكون شكل القمة هو مفروض وطبعا لما بيتطبق على اثنين بيبقى فيه جزء مستقيم تماما وجزء فيه زيادة لازم ناخد الطول دوت على الطفل اللي بنعمله البلوفر بنقيسه طبعا من عند معصة من اليد لحد منطقة القبط كل واحد طبعا يقيس مقاسه ويعرف هو عاوز كم سنتي انا لما قاسته طالع 24 سنتي وهبدأ احاول دوت لسطور على النموذج اللي احنا اخبناه قبل كده اللي هو بيقول ان ستة وعشرين سطر عاملين عشرة سنتي طب انا عايز اعرف اللي 24 سنتي هيعمله كم سطر هزيب قيمة سين بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها 26 فا 24 على 10 هعملها على الايال الحسب عشان اعرف انا محتاجة كم سطر لحد الايبت لحد ما بعدها هبدأ اعمل حردة الايبت او 26 فا 24 على 10 62 واربعة من عشرة يعني تقريبا 62 سطر يبقى انا هشتغل من من المكان دوت للمكان دوت اللي هو قبل ما ابدأ احرض الباط بتاع الدراع هشتغل 62 سطر كمان لازم اقيس الداير بتاع المعصم او اقيس لو بقيس مسلا على بلوفر او تيشرت موجود عندنا بكم لو استعلى على تيشرت او بلوفر ده معناه ان احنا هناخد الضعف بتاع المعصم يعني مسلا انا استعلى ابني طلع سبعة ونص يعني الضعف هيبقى خمستاشر سنتي لان احنا بنشتغل الكم وهو مفروض خمستاشر سنتي برضو لازم اعرف دولت هيعمله كام غرزة اللي احنا هنبدأ بيهم البلوفر برضو العينة اللي احنا كنا شفناها على الخيط كانت بتقول ان العشرة سنتي عاملين عشرين غرزة طب انا عندي خمسشر سنتي طبعا مش فارق ان احنا نحط السنتي في هين يعني انا عملت العكس فوق اهم مش ان احنا نحط الغرز تحت الغرز والسنتي تحت السنتي وعايز اعرف هي كام سنتي سوري كام غرزة هقول خمسة خمستاشر في عشرين على العشرة خمستاشر في اتنين يعني تلاتين غرزة يعني انا هبدأ البلوفر تلاتين غرزة سوري الكمه هبدأه تلاتين غرزة طيب انا عرفت ان انا هبدأ الكمه تلاتين غرزة في حاجة كمان لازم اعرفها هي العرض عند الباط هيبقى بايه يعني برضو بقيس على البلوفر اللي انا بقيس عليه وبضرف في اتنين او بعمل بقيس على ابني وبردو ببعطي يعني الوسع اللي هيبقى الطبيعي اللي احنا بنشوفه في اي حاجة بنبقى لابسنا انا هيخد المقاس دوت وعايز اعرف هو هيبقى كام سنتي المقاس عندي في المكان اللي تحت الباط ده خمسة وعشرين سنتي يعني هو اصلا اتناشر ونص وانا ضربته في اتنين لان انا ايس على على بلوفر عنده فضربته في اتنين بقى خمسة وعشرين سنتي برضو عايز اعرف الخمسة وعشرين سنتي دول هيعملو كام غرزة هكتبهم هنا برضو خمسة وعشرين سنتي هيعملو كام غرزة خمسة وعشرين في عشرين على عشرة هيساوي خمسة وعشرين في اتنين يعني خمسين غرزة يبقى دلوقتي انا عرفت ان انا هبق هنا هبق كمه التلاتين غرزة وهيوصلوا معي هيبقوا خمسين غرزة. اه ليه انا حسبت هنا الطول او العرض كام وفوق العرض كام? عشان عايز اعرف نمط الزيادة اللي انا هزيدها لحد ما اوصل للخمسين غرزة اللي انا عايزاهم يبقوا الوسع بتاع الباطل. لازم اطرح عدد الغرز اللي احنا بدأنا بيها من الغرز اللي انا وصلت لها يعني هطرح خمسين ناقص ثلاثين هيطلعوا عندي عشرين غرزة يعني انا هزيد عشرين غرزة من بداية القمة الحاد اه قبل حربة الباط طبعا العشرين غرزة دولت مش هيزيدوا اه في جنبه واحد لا انا هزود غرزة في اليمين وغرزة في الشمال. غرزة في اول السطر وغرزة في اخره. في اخر السطر. اه ده معناه ان الغرز دي هتتقسم على اتنين. هيساوي عشرة. ده معناه ان هزود عشر مرات. كل مرة فيها غرزتين لحد ما وصل للخمسين غرزة. اه برضو احنا عارفين ان احنا هنشتغل اتنين وستين سطر هنا. فلازم اقسم العشر زيادات دولت على اتنين وستين سطر. هقسم اتنين وستين على عشرة. هيساوي. اه في حاجة اقول لكم عليها. المفروض ان اخر زيادة يكون على اقل بعدها سطرين. فانا ممكن من الاول اطرح سطرين من عدد الاسطر بتاعة الكم. فيبقى عندي ستين. يعني بعد ما خلص اخر زيادة هشتغل سطرين. اه بعد ما خلص اخر زيادة زودتها. ستين على عشرة. فيها ست. زيادات. ست سطور. انا هزود عشر مرات. ده معنى ان انا كل ست سطور هزود مرة. انا اسمت عدد السطور على عدد المرات الزيادة عشان يدينا السطور عدد السطور اللي انا هزود بعديها. يعني كل ست سطور هزود. هشتغل خمس سطور وزود في السطر السادس. اه كل ست سطور هزود غرزتين. يعني عدد المرات بتاعة الزيادة هيبقى عشر مرات. وفي الاخر خالص هشتغل الغرزتين اللي انا طرحتهم هم اتنين وستين نقس اتنين. هيدينا ستين غرزة. عشان ما نساش الغرزتين اللي انا هشتغلهم بعد اخر زيادة. يا سوري السطرين ولا ايه اللي هشتغلهم بعد اخر زيادة. دلوقتي هبدأ اشتغل الكم. وهبدأ اعمل اول الحاجة تلاتين غرزة بتوع بداية الكمة اللي احنا حسنناها مع المقاس بتاعني. هبدأ زي ما اتعودنا المرة اللي فاتت لما جينا نشتغل الظهر بتاع البلوفر والوش. بعمل تلاتين لفة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوش اتناشر. تلاتين لفة. هنزل معلص النورة. وابدأ اشتغل. اشتغل تلاتين غرزة. اتنين. تلاتة. اربعة. بعمل تلاتين غرزة هم. هبدأ اشتغل سطر الاول كله عدل زي ما اشتغلت اسم البلوفر بالزبط. بشتغل اول غرزة في اول سطر بس. كله عدل. والسطر التاني كله مقلوب. بنشتغل سطر عدل سطر مقلوب زي جسم البلوفر بالزبط. مفيش اي اختلاف. انا هشتغل بصوا شكل السطر هو اتبان. انا هشتغل اربع سطور سوري خمس سطور يعني اربعة غير السطر دوت وهرجع لكم عشان اوريكم طريقة الزيادة اللي احنا هنزودها في السطر السابس عشان بعد كده انتم هتكملوا. اه كل ست سطور هتزودوا غرزتين غرزة يمين وغرزة شمال بس انا هشتغل الاول. اه الخمس سطور الاول لين وهرجع لكم في السطر السادس عشان اوريكم ازاي هنزود في اول وفي اخر. اما اشتغلت الخمس سطور الاول لين. اهوت. ممكن نعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اه هنقلب الشغل عشان نشتغل السطر السادس. السطر السادس هيكون في ضهر الشغل. بما ان انا هشتغلنا اول سطر. كان عيدل فده معناه ان كل السطور الفردية هتبقى في العيدل والسطور الزواجيه في المقلوب. عشان كده على طول الزيادة بتاعتنا هتبقى في السطر السادس يعني في سطر في المقلوب. هنبدأ نشتغل السطر السادس اول غرزة طبعا ما بنقلها وانا المقلوب بنقلها مقلوب. الزيادة هتكون بين الغرزة الاولى والغرزة التانية. وبرضو بين اخر غرزتين. يعني دول اخر غرزتين اهم. الزيادة هتكون في النص. هزود ازاي طريقة الزيادة? ان انا بسحب الفتلة دي اللي هي بين الغرزتين. ديت. بلفها بايدي. بالشكل ده. بدخلها في السنارة اللي عليها الغرز اللي لسه متشغلتش. وبعد كده بشتغلها زي ما بشتغل السطر. يعني لو بشتغلوا مقلوب هشتغلها مقلوب زيه بالزبط. يبقى انا كده زودت غرزة. ونفس الشيء بالزبط هعمله في الغرزة في المكان اللي بين اخر غرزتين. يبقى انا كده زودت غرزة في اول السطر وهزود معيكو دلوقتي الغرزة بتاعت اخر السطر. هكمل السطر مقلوب. اشتغلت السطر لحد اخره. ودلوقتي قبل ما اشتغل اخر غرزة هزود في المكان اللي بين اخر غرزتين. برضو باسحب الخيط او فتلة الخيط اللي بين الغرزتين بالشكل ده. وبلفها ودخلها على السنارة بايدي كده وارجع اشتغلها مقلوب زي اتجاه السطر. او بنفس غرزة السطر. يبقى كده انا زودت غرزتين. دلوقتي الغرزة اللي عندي على السنارة بدل ما كانت تلاتين غرزة باقي اتنين وتلاتين غرزة. انا هكمل بنفس نمط الزيادة لحد موصل للسطر ستين. هزود اخر زيادة وبعد كده هشتغل سطرين. اه بدون اه بدون اي زيادة. انا خلصت لحد اه المكان اللي قبل الحردة. زيد معي بقى الشكل ده كده. دلوقتي يبقى معي خمسين غرزة على الابرة. وعايزين نعرف الطريقة اللي هنحرض بيها الجزء اللي فوق بتاع الكتف بتاع الكوم. دلوقتي هنحرض الجزء بتاع الكوم من اعلى اللي هو بعد بعد البط لحد الكتف. آآ الجزء ده شكله بيكون عامل كده. هنرسم بس رسم كروكي عشان نقدر نشرح عليه. ده بيكون شكل الجزء العلوي من الكومة. الكومة اصلا من تحت شكله. بالشكل ده كده. وبعد كده الجزء دوت آآ بنحرضه. زي ما حصلنا بالضبط طول الكوم من اول المعثم لحد آآ الباط لازل نعرف برضو طول الجزء ده هيبقى كام فتر. الجزء دوت بيتقاس بالضبط بالمفترة على على نفسه. مش بيتاخد مقاسه زي بقية المقاسات اللي احنا كنا بنقسها بنسخع طفل او على موجود عنده. بيتخد على اللي احنا اشتغلناه. ده شكله كده. بناخد المسطرة بالشكل دوت ونحط عند منحط السفر عند الكتف ونقيس لحد اول الحردة بتاعة البط. لو انا قس كده قصدها تقريبا هتطلع اتناشر سنتي. الجزء ده يجرمع طوله بيكون اقل من طول المنطقة اللي انا استعى معكوا اتناشر سنتي ديت بحوالي تلاتة او اربعة سنتي. طبعا بما ان ده بلوفر اللي تصل فانا هقلل آآ تلاتة سنتي بس. انا اقفت المنطقة ديت طلعت اتناشر سنتي. هقلل منها تلاتة سنتي يعني تقريبا تسعة سنتي. يعني المكان طول دوت هيكون عندنا حوالي تسعة سنتي. لازم برضو احاول تسعة سنتي دولار على العيانة اللي كانت عندنا اللي كانت بتقول ان العشرين ستة وعشرين سطر عاملين عشرة سنتي. فعيز احسب التسعة سنتي دولار هيعملو كم سطر? ستة وعشرين في تسعة على عشرة. هعملها على الالحسبة. ستة وعشرين في تسعة على عشرة. هيساوي تلاتة وعشرين آآ واربعة من عشرة يعني تلاتة وعشرين سطر. يبقى انا عرفت ان المكان دوها هيبقى تلاتة وعشرين سطر. من اول آآ من اول الباط لحياة دكت فوق هيعملو نشتغل تلاتة وعشرين سطر. طيب المكان ده هيحرده بالشكل البيضوي ده ازاي? هو ليه تلات آآ طرق للحاردة بتاعته يعني بيتقسم لتلات اجزاء عشان نحرده. اول جزء دوت الجزء الاول بيتحرد بنفس طرقية حردة القبط بتاعت البلوفر. يعني انا قلت في البلوفر اربعة تلاتة اتنين واحد. هستخدم نفس طرقية التقليل في اول جزء من آآ اجزاء حردة الكم. يعني اربعة تلاتة اتنين واحد. ده اول جزء. هستخدم اربعة تلاتة اتنين واحد. اربعة تلاتة اتنين واحد. ونفس الطريقة هنا برضه. الجزء ده اصلا بيتحرد على على جزءين. يعني بيتقسم جزءين آآ متمثلين بالزبط. طيب تاني جزء بيتحرد ازاي? تاني جزء ده بيتسام لحد ما نعرف. فاضل عندنا كان فترة وكام غرزة عادينا نقللهم وبنوزحهم عليه. آآ تاني حاجة بنحسبها بنحسب الجزء الاخير خالص اللي هو آآ العلوي خالص بتاعكم اللي هو الجزء التالت. الجزء التالت ده جماعة في ناس بتستخدم طريقة كده لحسابه او لحردته. هقول لكم عليها دلوقتي بس الاول عايز اكتب في الجزء الاول. هنقلل آآ كام غرزة وكام في كام فتر. لازم نحسب احنا هنقلل الغرز ديك في كام سطر? طبعا احنا حسبنا في البلوفر في جسم البلوفر ان احنا الطريقة دي بتقلل معينا عشر غرز يمين وعشر غرز شميلة. يعني احنا في الجزء الاول ده هنقلل عشرين غرزة. وكنا حسبنا ان احنا قللناهم في تمن سطور. تمن سطور. تمام? لو مش فاكرين الجزء دوت ممكن ترجعوا لحردة بتاعت الجسم البلوفر هتلاقوها حسبين ان هما تمن سطور يعني في اول سطر خصلنا اربع غرز في اول السطر وتاني سطر خصلنا اربع غرز من الناحية التانية. تلاتة من هنا وتلاتة من هنا اربعة من هنا اتنين من هنا واتنين من هنا واحد من هنا واحد من هنا. يعني تمن سطور خصلنا فيهم عشرين غرز. طب الجزء التالت بيتحسب ازاي? الجزء التالت دوت في ناس بستخدم له طريقة حسابه هي آآ طريقة ان احنا بنقسم عدد الغرر الاخير بتاعكم اللي هو الاخير اللي بعد اخر زيادة اللي احنا وصلناه اللي هو كان خمسين غرزة بيقسموا الخمسين غرزة دولة على تسعة وبعدين على التسعة وتاشر وبعدين على تسعة وعشرين وبعد كده على تسعة وتلاتين وهكزا لحد ما يبقى عندنا النتج واحد ساعتها بنستبعد الواحد دوت وبنستبعد باخر عملية اسمها هنبدأ نحسبهم مع بعض او خمسين على تسعة ده انا خمسة ونص احنا هنحسب ليه الزيادة يعني هنحسب الخمسة ونص دولة هنخليهم ست غرز هنبدأ نحسب اللي بعد كده خمسين على تسعة اتنين وستة من عشر يعني تلت غرز خمسين على تسعة وعشرين هيدونا واحد وسبعة من عشر يعني غرزتين انا مش هكمل تاني عشان انا مش عايزة النتج واحد يعني لما يكون النتج واحد خلص مش عايزين فمش هكمل تاني لان اقل حاجة عندي هتبقى اتنين فهم هيبقوا اتنين الثلاث نواتج اللي احنا حسبناهم دولة هم طريقة حردة اخر جزء اول رقم بيبطع اخر سطر بنقلل من هنا ست غرز ومن هنا ست غرز طبعا لان اخر سطر ده بيبقى كله خلاص الجنبين مع بعض يعني اخر سطر ده هنقلل في 12 غرز السطر اللي قبله هنقلل من هنا تلات غرز ومن هنا تلاتة غرز السطر اللي قبله من هنا غرزتين ومن هنا غرزتين يبقى انا عايزة اعرف انا في الاخر في الجزء التالت ده هقلش كام غرزة في كام سطر زي ما حسبت بالضفط الجزء الاول هقلل كام غرزة هحسبهم هو اتنين واتنين اربعة وتلاتة دلوقتي انا عايزة احسب انا هنا قللت كام غرزة في جزء التالت دوت وفي كام سطر هبدأ احسبهم كده 12 غرزة زي التلاتة خمستاشر وتلاتة كمان تمنتاشر واتنين عشرين واتنين اتنين وعشرين غرزة في الجزء التالت قللت اتنين وعشرين غرزة عايزة احسب عدد السطور سطر هقلل فيه اتنين والسطر الي بعض اتنين قده كده سطرين سطر تلاتة والسطر الي بعضه تلاتة قده كده اربع سطور واخر سطر هقلص فيه القم هيكون فيه اتناشر غرزة اللي هو سطر واحد يعني كده خمس سطور اتنين وعشرين غرزة في خمس سطور دلوقتي انا عايز احسب انا قللت كام غرزة كله في المجمل في كام سطر عشان اعرف فاضلي كام سطر في الجزء اللي في النص دوت وهقلل في كام غرزة انا قللت اتنين وعشرين غرزة واثنين وعشرين غرزة يعني قللت اتنين واربعين غرزة في كام سطر تمانية وخمسة تلاتة عشر سطر انا كنت حسبت ان انا هعمل تلاتة وعشرين سطر يعني فاضل بالضبط عشر سطور يبقى باقي عشر سطور هقلل فيهم كام غرزة انا كان الغرزة عندي في الاول خمسين قللت فيهم في الجزء الاول وفي التالت اتنين واربعين غرزة يعني باقي عندي ثمان غرز يعني انا في الجزء اللي في النص ده عايز اقلل ثمان غرز في عشر سطور طبعا انا عارفة ان انا بقلل في اول سطر وفي تاني سطر في تالت سطر وفي رابع سطر كل سطر فيهم بقلل في اوله فبيكون يعني مثلا في العدل هقلل في الجنب اليمين وفي المقلوب في الجنب الشمال يعني تقريبا تقريبا انا كل سطر هقلل في غرزة في سطرين فرقين عن عدد الغرز يعني انا هشتغل سطر وفي تاني سطر هقلل وفي الاخر هيفضل عندي سطر برضو من غير تقليل هنبدأ دلوقتي نشتغل مع بعض الجزء الاخير في الكم الجزء الاخير في الكم اتفقنا ان اول جزء لطريقة الحردة بتاعة جسم البلوفر اللي هو اربعة تلاتة اتنين واحد يعني اول سطر هقلل فيه اربع غرز نفس الطريقة اللي قللت بيها في جسم البلوفر عندي قفلت غرزة قفلت غرزتين تلات غرز اربع غرز انا كده هكمل بقيت السطر عادي لعادي وفي السطر المقلوب هقلل برضو اربع غرز في اول السطر اتخلصت السطر العادل في السطر المقلوب هبدأ اقلل برضو اربع غرز من اول السطر كده انا قللت اربع غرز برضو هكمل السطر لحد اخره برضو مقلوب زي اتجاه السطر عادي ولما ارجع اوصل لنهاية السطر لبداية السطر من هنا مش هشتغل اخر غرزة زي ما تعلمنا في حدة الباط لانا هسيب الغرزة تيه من غير ما اشتغلها عشان ما تعملش درجة معي في الشغل بعد ما خلصت السطر المقلوب بسيب اخر غرزة مش باشتغلها هلف الشغل بالشكل ده كده ودلوقتي هفوت اول غرزة يعني اول غرزة فيها الخيط من غير ما اشتغلها برضو وهقلب عليها الغرزة اللي عندي وبعد كده كده انا قللت غرزة هقلل غرزتين كمان دي الغرزة اهيه التالتة برضو هكمل سطر العدل لاخره كده خلصت سطر العدل لحد اخره برضو ما سبت اخر غرزة ما اشتغلتهاش وهلف الشغل وهقلل من على الشمال كمان او من على الظهر كمان تلات غرز هفوت اول غرزة مش هشتغلها برضو وبعد كده هقلب عليها الغرزة اللي وره كده ما قفلت غرزة هقفل الغرزة تانية هشتغل غرزة مقلوب وهقلب عليها الغرزة اللي وره وهشتغل غرزة كمان الغرزة الثالثة وهقلب عليها الغرزة اللي وره يبقى انا كده قفلت من الجنب ده تلات غرز هكمل بقية السطر برضو مقلوب لحد اخر غرزة مش هشتغلها بص شكل الحردة عندنا عامل ازاي? انا هكمل السطر مقلوب انا خلصت السطر اوه مقلوب وسبت اخر غرزة برضو ما اشتغلتهاش زي ما تعودنا نعمل في الحردة بالوقت هلف الشغل وهبدأ اشتغل آآ التقليل بتاع غرزتين وغرزتين بفوت اول غرزة مش باشتغلها وبعد كده هقفل غرزة وبعد كده هشتغل غرزة واقفل تاني غرزة كده خلاص هكمل السطر عدل برضو لحد اخر غرزة برضو مش هشتغلها هسيب اخر غرزة لما اما وصل لها مش هشتغلها خلصت السطر العدل وبردو هقلل في السطر مقلوب غرزتين وبردو ما اشتغلتش اخر غرزة عايز اقولك حاجة ان اخر غرزة دي تقريبا مش هنشتغلها خالص في الجزء بتاع حردة كومل لاننا تقريبا كل السطر بنقلل فيها يعني في النادر جدا لما بيبقى فيه سطرين ورا بعض مش بنقلل فيه في معظم الوقت بنبقى حتى سطر او سطر العقه في التقليل فعلى طول بنسيب اخر غرزة في سطرها بنشتغلها دلوقتي هقلل غرزتين كمان من على المقلوب قديني فوت اول غرزة دي اتعتبرت اول غرزة مش دي لان دي خلاص بقت بره شغل ودي بنعتبرها اول غرزة يعني اول غرزة فيها الخيط وكده هقفل غرزة وبعد كده هشتغل غرزة وهقفل الغرزة التانية انا هكمل برضو السطر المقلوب بيبقى كده فاضلين في الجزء الاول سطرين بس سطر هنقلل فيه غرزة وسطر تاني في العدل وسطر تاني هنقلل فيه غرزة في المقلوب انا هكمل السطر مقلوب لحد الغرزة الاخيرة مش هشتغل خلصت السطر المقلوب ودلوقتي برضو ست اخر غرزة ودلوقتي هلف الشغل هفوت اول غرزة واقفل غرزة واحدة ده اخر سطر في الجزء الاول من حربة الكم وهكمل بقية السطر عدل انا برضو هخلص السطر العدل لحد الاخر ورده اقلل غرزة كمان مقلوب. خلصت السطر العدل باقي اخر غرزة هلف الشغل وقلل غرزة واحدة في السطر المقلوب كمان وبعد كده هكمل السطر كله مقلوب انا هكامل السطر المقلوب وارجع معاكم عشان نبدأ الجزء التاني في الحربة بتاعتكم. خلصت السطر المقلوب برضو ست اخر غرزة. على طول بسير اخر غرزة. دلوقتي هشتغل سطر كامل بدون اي تنقيس زي ما اتفقنا ان ده اول سطر هيكون في الجزء التاني زي ما اتفقنا ان احنا هنشتغل اول سطر واخر سطرة في العشر سطر اللي في النص تحاربتلكم بدون تنقيس. وهنشتغل الثمن سطر اللي في النص كل اول سطر هنقلل غرزة واحدة. يعني دلوقتي هشتغل سطر بدون تنقيس. يعني دي اول غرزة هنقلها من غير ما اشتغلها. وبعد كده هكمل شغل لحفض اخر سطرة معد اخر غرزة. ما اشتغلتش اخر غرزة وبعد كده هلف الشغل. من اول السطر ده هشتغل السطر ده وكمان سبع سطور غيره يعني ثمن سطور كل اول سطر هنقص غرزة واحدة. بالشكل ده كده. يبا انا كده قللت غرزة. هشتغل سبع مرات بنفس الشكل كده سبع سطور. بس بقلل غرزة في اول السطر وبشتغل لحد الاخر معد اخر غرزة. انا كده هدوت اول سطر اهو وهشتغل كمان سبع سطور وارجعلكم عشان اوريكو كده اتشغل لتمن سطور وهيبفضل لنا سطر هنشتغله بدون تناقيس وبعد كده نرجع نشتغل الجزء التالت في حد تكون. انا كده خلص التمن سطور ده شكل الحردة. اعرف منين ان انا اشتغلت التمن سطور والعداد كده عندي صحة وانا ما عملتش غلطة في الحردة. احنا في الجزء الاول قللنا عشر من هنا وعشرة من هنا. يعني عشرين غرزة. في الجزء ده المفروض ان احنا قللنا تمن سطور تمن غرز. اه في تمن سطور كل سطر قللنا في غرزة. يعني في الجزئين لاتنين قللنا تمانية وعشرين غرزة. فاضل عندنا كم من الخمسين غرزة? فاضل عندنا اتنين وعشرين غرزة. لازم العدد ده يطلع اتنين وعشرين. عشان نبقى متأكدين ان احنا كده اشتغلنا عدد السطور الصح. واقللنا نفس العدد بالزبط ما تلقبطناشوا حاجة. هعدوهم كده. ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر. ستتاشر تمانتاشر عشرين اتنين وعشرين غرزة. ي انا كده ماشي صح واشتغلت التمن سطور كلهم عشان لو اتلغبطت ولا حاجة في العدد دلوقتي انا برضو ما اشتغلتش اخر غرزة هلف واشتغلت سطر بدون تنقيس اللي هو السطر العشر يعني اشتغلنا اول سطر بدون تنقيس وتمن سطور كل سطر بنقلل في اول غرزة واحدة وبعد كده سطر كمان بدون تنقيس دول العشر سطور بتوع المرحلة التانية فحردت الكم باقي ان احنا نبدأ نشتغل مع بعض الجزء التالت في الحاردة اللي هو كان اتنين يعني سطرين بنقلل فيهم في اولهم كل واحد غرزتين وسطرين بنقلل في اول كل واحد فيهم ثلاث غرز وفي الاخر هيفضل عندنا على السنور اتناشر غرزة اللي هما المفروض ستة وستة بيتقفل وخلص كده يبقى احنا قفلنا الكمنط طبعا يا جماعة بنشتغل انا اشتغلت خطعة واحدة معاكم من الكمنط وتشتغلوا خطعتين بنفس بنفس العدد وبنفس كل حاجة زي زي بعد بالظبط لو اشتغلت السطر الكله بدون تنقيس وفضل عندي اخر غرزة برضو ما اشتغلتهاش هلف ودلوقتي هاناقص غرزتين في اول السطر العدل والسطر المقلوب الجاي هو كمان هاناقص فيه في اول غرزتين ادي واحدة وادي الغرزة التانية ودلوقتي هكمل بقيت السطر عدل وبرضو مش هشتغل اخر غرزة وهاناقص في اول السطر المقلوب الجاي غرزتين وهارجعلكم في اول السطر العدل عشان ننقص ثلاث غرز اشتغلت سطر المقلوب كمان ودلوقتي جي دور السطر العدل اللي هاناقص في اول وفي اول السطر المقلوب اللي جاي ثلاث غرز دي اول غرزة بعد كده هشتغل غرزة اتنين هشتغل غرزة كمان تلاتة يبقى انا كده نقصت ثلاث غرز في اول السطر العدل هكامل السطر عدل مش هشتغل اخر غرزة وفي اول السطر المقلوب برضو هنقص ثلاث غرز بنفس الطريقة اللي نقصت بيها هنا نقصت كمان ثلاث غرز على السطر المقلوب ووصلت لاخر السطر دلوقتي فضل عندي على السنورة الاثنشر غرزة الاخرانين بتوقع اخر سطر اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتنشر غرزة يبقى انا كده ماشي تمام وما فيش كده عندي غلطة لان العدد طالع عندي صحة اخر السنورة طيب اه دلوقتي هعمل ايه هنقص الاثنشر غرزة يعني هقفل اخر غرز موجود عالسنورة اه كده يبقى انا خلاص قفلت الجيد اهوت نفس طريقة طريقة تقفيل هي هي طريقة التنقيس هقفلهم كلهم بعد كده اشتغل غرزة واقلب عليها الغرزة اللي قابليها يبقى انا كده خلصت الكم كله ترجمة نانسي قنقر دي اخر غوز اهو وبعد كده هعبدي الخيط من قلب الحلقة دي عشان بقى قفلت اخر غوز. دي بقرة الخيط عبدتها من الحلقة. ده شكل الكم حاجة الكمة في النهاية. شكلها منتظم جدا. وهتطلع حلوة جدا معينا لما نركبها. ده شكلها. هقص الخيط. خلاص كده. هبدأ بقى اشتغل الاساتيك اللي على الكم. طبعا هستخدم الخيط اللون التاني. قلنا انحنا هنشتغل منه الاساتيك اللي على الكمان وكمان اللي على وهنشتغل منه كمان الزون. انا عايزة اشتغل السطر دوت. وصاد السطر التالت. السطر التالت من هنا. واحد اتنين. ده السطر التالت. يعني هيكون عندنا الجزء ده هو اللي ليف. شفتوا انا عملت ايه? دخلت كده. وهو واحد اتنين تلاتة. وبعد كده دخلت بالسنورة. وحطيت ايدي مكان ما طلعت السنورة. عرفت ان السطر ده. هو اللي انا هخيط فيه. بقى انا عايزة اجيب السطر من اوله. دي طبعا غرزة في نص السطر. دي غرزة قبليها دي غرزة قبليها. انا بقى هدخل في اول غرزة على الحرفة خالص. عشان ما يبقاش عندي غرزة نقصة. لازم لاستيك يكون عدد غرزه نفس عدد غرز بداية البلوفر. بداية الكمة او البلوفر يعني. كده انا بدخلت في الحلقة الاولينية. واخدت لفة كده وسحبتها من الخيط اللي عندي. كده انا عملت اول غرزة. هدخل في غرزة اللي بعديها طبعا انا هشتغل على الصف ده كله الغرز اللي جنب بعضها في نفس صف واحد. بيروت كده الخيط وبطلع من الحلقة. اهو انا شغالة في الحلقة دي الحلقة اللي جنبها اهي. هدخل فيها. وهاخدها. انا بس عايزة اعمل عقدة صغيرة قوي عشان ما تهويش الغرز. فوتها هنا وهشت. بس كده. وبعد كده الغرزة طبعا انا لو مش متأكدة برضو ان انا في الغرزة لازم الاف كده. هنلاقي فتلة خفيفة قوي بين اهي. الفتحة دي اهي في الغرزة التالتة. او في سطر التالت اصف. دلوقتي انا خدت في الغرزة دي. الغرزة اللي جنبها اهي. هدخل فيها كده. واسحب الخيط. عشان اعمل حلقة جديدة. هكمل السطر كله بنفس الشكل ده. لو انا مش بعرف اسحبه بابرة التريكو. اه ممكن استخدم ابرت الكروشيت في الخط وزيط عشان ما تعذبنيش يعني. بس انا لو حطيت سبعي كده تحت الفتلة واخدت من عليه الفتلة بصوا بتطلع بسهولة ازاي? يعني يكون في حاجة ورق اقدر ازنق فيها الخيط عشان ما يطلعش من عص النور بس. بوسوا هو الطرف هيلف مع نفسه اول ما نشتغل القاستيك هيلف مع نفسه. انا هكمل السطر كله بنفس الشكل حد ما وصل لاخر غرزة ولازم اتأكد ان عدد الغرز دي هيبقى تلاتين غرزة بنافس عدد غرز الكم بداية الكم. اه كمان اه لو بشتغل الوش او الظهر برضو لازم يبقوا تمانية وستين غرزة ما يبوش اقل عشان القاستيك ما يطلعش دايق عن البلور. انا كده خلصت السطر بالشكل ده وهبدأ دلوقتي اشتغل عليهم على الغرز اللي انا عملتها على السنورة. اشتغل عليهم قاستيك بس لازم نكونوا اكدين من دول تلاتين غرزة بنفس عدد الغرز بتاعة الكم. هشتغل قاستيك عبارة عن غرزتين عند الغرزتين مقلوب. اتنين عدل. اتنين مقلوب. اتنين عدل. اتنين مقلوب. القاستيك ده هيكون طوله عشر سطور. هشتغل فوق العدل العدل وفوق المقلوب مقلوب من السطر الجاي. يعني هشتغل غرزتين عدل غرزتين مقلوب. الغرز العدل بين اهين من الغرز المقلوب. دي غرز مقلوب ودي غرز عدل. لما قلب الشغل عشان السطر الجاي لما شوف ان عدل ده قدامي عدل هشتغل في قيم عدل وفوق المقلوب هشتغل مقلوب. هشتغل عشر سطور عشان ابقى عملت القاستيك تيه. القاستيك بتاع الكومين بنفس طول وعدد سطور بتاع القاستيك بتاع البلوفر نفسه. خلصت السطر وهالف الشغل. عندي غرزتين اهما اتاول غرزتين عدل داينين. انهم عدل هفاو اتاول غرزة من غير شغل وهشتغل الغرزة التانية عدل. الغرزتين اللي بعديهم مقلوب هشتغل فوقيهم مقلوب. وبعد كده هكمل بالتاني هو غرزتين عدل غرزتين مقلوب. انا هكمل قاستيك كله بنفس الشكل هشتغل كمين تمان سطور غير السطر اللي انا فيه دا. دا السطر التاني بفضل تمان سطور يبقى عندي عشر سطور من غرزة القاستيك وهارجع اقفل معي كو القاستيك. كده انا خلصت اهمة العشر سطور. اه لو مش حارفين او بنتلعبت العدد ممكن نعبدوه. كل سبعة من دولة سطر هم كده عشر سطور. دلوقتي هقفل سطر التقفيل بيبقى انا على المقلوب وهشتغل كله بغرزة العيدل. يعني بنا الاول غرزة وبشتغل الغرزة عيدل كله عيدل مش بشتغل حاجات عيدل وما حاجات مقلوب. اه لا كل الغرز بشتغلها عيدل. بشتغل غرزة عيدل وقلب عليها الغرزة اللي موجودة على السنورة قبليها. هو بيتقفل معي طرف الكم. كده السطر كله خلص دا عندي اخر حلقة هاقص الخيط. دا شكلكم اهو اعمل طرف. دا الكومة التاني. زيه بالزبط. كده الظهر. برضو عملت نفس الاتور تحت. بنفس الشفازية. اشتغلت كمان على الظهر حاجة كده. على اللياقة. هنعملها مع بعض دلوقتي على وش البلوفر. هو دا شكل وش البلوفر. بقى النا بس نشتغل اطار هنا بسيط على الكمام على الجيب سوري. وكمان نشتغل الاطار نفسه اللي اشتغل نايا الظهر هنا على الوش. دا الكومة التاني. زيه بالزبط. وده الظهر. برضو عملت نفس الاتور تحت. بنفس الشفازية. اشتغلت كمان على الظهر حاجة كده. على اللياقة. هنعملها مع بعض دلوقتي على الوش البلوفر. هو دا شكل وش البلوفر. بقى النا بس نشتغل اطار هنا بسيط على على الكمام على الجيب سوري. وكمان نشتغل الاطار نفسه اللي اشتغل نايا الظهر هنا على الوش. لما خلص كامل دولت بقى هيبقى فاضل لنا ان احنا نقفل بلوفر ونشتغل الزوت. انا سبت طرف الخيط هوا ما كنتش قصيته. لما شطبت اخر حاجة عشان اشتغل بيه الكنار. برضو هلقط الغرز هنا على اللياقة ديت بنفس الطريقة اللي عملت بيها. الغرز بتاعت يلقرتك على الكمه على وعلى طرف البلوفر. برضو لازم اراعي ان انا ما سيبش ولا غرزة لو سيبت غرزة هتعمل معي خرم يعني حتى لو الغرزة دي باين عندنا اهي انها مخرومة اهي. ديت الغرزة اللي احنا ايه. ما كناش بنشتغلها وبنفوتها واحنا بنحرن. هنلاقيها موجودة عندنا في اماكن التقليل كلها. لما نيجي ناخد فيها هناخد كمان معيها الغرزة من تحت. يعني هناخد دي كده معيها. عشان احنا لو اشتغلنا هنا مسلا غرزتين هنلاقي في خرم. بصوا هنعمل ايه? اول غرزة هناخدها هي الغرزة في سطر التأفيل. انهوت. انا بباز نقس النورة في صبعي كده عشان اعرف اطلع بالخيط. بالشكل ده. اهو اتأكد ان انا خدت كل طروف الخيط مش وقد اطرف منه. السطر اللي بعده اللي هو ده. ما هيخد من وراء من هنا. في غرزة كمين اهي? اتأكد ان انا ما بسبش ولا غرزة. طبعا انا عند وش البلوفر مش عالضهر. على الوش العدل. عشان انا لو بعمل الغرزة دي. لو الطريقة دي وانا على ضهر البلوفر اللي هيحصل ان الشفة ديت. هتبقى بينا قدام الكولة بتاعة البلوفر او اللياء. هياخد غرزة كمان اهو. في غرزة اهي صغيرة. ننساش اخد فيها غرزة لاي مكان هفوت في غرزته هيبان عندي فراغ وخورم. طبعا الاربع غرزة اللي في النص هنا هما ثمان غرز اربعة يمين واربعة شميل. كنا ممكن في الاول خالص ما قفلناهمش اصلا وسبناهم على دبوس ولما وصلنا لهم دلوقتي كنا دخلناهم في وسط الشغل. بس انا يعني محبتش اعمل خطوة تلغبطكو يعني فعشان كده سبتوهم. وقلت عادي نشتغل اللي اكل لها على بعضها قطع واحدة. لو الموضوع مايلغبطكوش اعملو كده يعني. او في البلورات التانية لو انتو خلصتو شغل في البلوفر ممكن تعملو نفس الطريقة دي كده على طول بعد كده. لو برضا مش راضي تطلع هجيب ابرة كروشيل. ابرة كروشيل لان ليها سن زي كده بيبقى سهل لقطة الخيط ديها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم المكان ده واسع قوي في كزا غرزة انا خدت فيه غرزة لاستفاضل فيه اهو باين عندي غرزة اهي وغرزة كمان اهي لو نسينا غرزة هيبقى بين قوي ان في غرزة هنا ما اتغدت ما كانا هيبقى فراغوا بي اشتركوا في القناة غرزة كمان اهي انا هكمل بنفس النواة بص كل الغرازية اهي هيقعد فيها غرزة المكان اللي فيه الغرزة الواسعة دي مش هيقعد في المكان الواسع لانا هيقعد في الغرزة من تحت عشان ما يبقاش عندي فراغ دوت باين في الشوري هكمل وكمان هشتغل دولة اللي هم اربع غرز منتظنين وهرجع هشتغل جزئتين زي ما اشتغلت ده بلقط قصاد كل صف من دول دي غرزة بقى قصادها غرزة على السنور يعني لو لاحظنا ان ده كده سطر اهو بلقط قصاد بلقط قصاد كل سطر من دول دي غرزة اصلا بلقط قصادها غرزة على السنور يعني دي اهو السطر الغرزة دي اخدت قصادها غرزة دي غرزة اهي دول طرفينها الغرزة اللي بعدها باخد قصادها غرزة باخدش ما اخدش من الحلقة الواسعة لأ اخد من جوه الغرزة عشان ما يبقاش عندي آآ خرم انا اخدت في الغرزة دي الغرزة اللي بعدها اهي هي اخد ماء على الطرف خالص ولكن مش مش من مكان آآ في فراغ هي دي غرزة اهي بعد كده بيغض من الغرزة اللي بعدها دي غرزة اخدت منها بيغض من الغرزة اللي بعدها دول اربع غرز واحدنين تلاية اربعة اللي انا قفلت منه اول سطر واحدنين تلاية اربعة بستفضل غرزة قابليهم اهي كنت ممكن مقفلتهمش اصلا وانا بحرد حردة الرقبة وحطتهم على دبوس احتياطي وبعد كده نقلتهم لما وصلت لهم وانا بشتغل الكولة كده كنت دخلتهم في السنورة واشتغلت عليه بس ما حابتش رغباتكو فقلت عادي نقفلهم عادي ونبقى نلقتهم زي ما بنلقت بقية الغرزة ترجمة نانسي قنقر دي اخر غرزة اهي وبعد كده وصلت النص الوش هشتغل الجنب التاني زي ما اشتغلت الجنب ده هو زيه بالظبط اهو هشتغله زيه اهو هو وهعد الغرز الاول وواحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احد واشر اتناشر طلتاشر اربعة عشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتاشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين غرزة يبقى كمان في واحد وعشرين غرزة محيزة دي عشان يبقوا زي بعض بالظبط وما يبقاش في جنب زيه ده عن جنب فانا هلقط نفس الغرز دي على السنورة في الجنب ده وهكملهم ونرجع نشتغل مع بعض الكولة كده خلصت لقت الغرز وهبدأ اشتغل معيكو الكولة هلف الشولة انا كده عمضاهر وهبدأ اشتغل هشتغل غرزتين عدل وغرزتين مقلوب زي بالظبط الاستك بتاع البلوفر من تحت اتنين عدل واتنين مقلوب هشتغل غرزتين مقلوب اشتغل غرزتين مقلوب هكامل سطر بناس الشكل خلطي الفطر كله دلوقتي هالف الشغل بعمل اي بشتغل اول غرزتين مع بعض في غرزة واحدة بس انا هفوت اول غرزة لاني مش بشتغلها وهشتغل غرزتين اللي بعديها مع بعض في غرزة واحدة انا ليه بعمل كده انا بقلل غرزتين منه على الحرف عشان الكولة دي ما تبقاش واقفة كده انا عايزها تبقى بميلة تبقى واغضة كيرف الرقبة زيها زي ما شرح تركوا طريقة الكيرف انها لازم تبقى واغضة كيرف بتاع الرقبة عشان انا لو اشتغلتها بنفس العدد هتطلع شكلها مستقيم وهتبقى واقفة ومش شكلها مش هيبقى شكلها لصيف يعني عشان كده بقلل غرزة في اول كل سطر في اول واخر كل سطر عشان يدينا زي ديق ديق بسيط كده في في الكولة عشان تطلع ميلة ونايمة كده مع الجسم ومش وقفة فوق العيدل عيدل وفوق المقلوب مقلوب يعني مثلا دول هتغرزتين عيدل اهم هشتغلهم عيدل زي الاستق بالضبط اللي اشتغلناي عالكم وورده لكم ازاي ده السطر التاني انا هشتغل خمس سطور ده السطر التاني يعني فضل لي تلات سطور كمان برضو هعمل نفس طريقة التقليل في اخر السطر دوت يعني انا بقلل مرة في اول فترة ومرة في اخر السطر في الاخر برضو هكي باخر غرزة خالف مش هعمل فيها حاجة الغرزتين اللي قبل الاخيرة على طول دولات هشتغلهم مع بعض غرزة عادة اشتغلت غرزة عادة وهي نفروض تكون مقلوب اهي زيزة اهو هكرمل السطر للاخر وورده عالي ازاي اخر غرزتين في نفس السطر كده لما بقى عندي تلات غرز اخر تلات غرز دولت هعمل ايه هشتغل الغرزتين دولت مع بعض غرزة واحدة عشان ابقى قللت غرزة كمان من على الحرف دوت وبعد كده هشتغل اخر غرزة مقلوب زي ما هي عين وبعد كده هلف وبرده انا كده اشتغلت سطرين هشتغل سطرين كمان زيهم وبرده هقلل في اول السطر وفي اخر السطر في اول السطر وفي اخر السطر في السطرين اللي جايين والسطر الخمس هرجع هنشتغل مع بعض انا خلصت كده الاربع سطور ده شكلهم دلوقتي نعايز اعمل ايه هشتغل السطر الخمس انا كده خلصت السطر الرابع في السطر الخمس مش هعمل تنقيس على الحروف عشان هو خلاص معاتينا زاوية اهو فكده خلاص هشتغل السطر الخمس عادي برضو هشتغل فوق المقلوب مقلوب وفوق العدل عدل ممكن لو اشتغلنا وخلاص السطر الجاي طبعا انا هقفل فلو احنا اشتغلنا السطر الجاي وقفلنا وبعد كده لقينا الرقابة واسعة ممكن نعمل حاجة بس نبقى متأكدين انها واسعة يعني انا هتعدي راس الطفل مش هتبقى ضيقة ممكن ان احنا نقل الغرز واحنا بنشتغل وحنا بنشتغل السطر الخامس هنعمل ايه الغرزتين دولت المقلوب دولت اصلا في الوش عيدل والعيدل في الوش مقلوب فانا هشتغل الغرزتين العيدل وانا على ضهر الشغل يعني ده الضهر اهو هشتغل الغرزتين العيدل دولت اتنين مع بعض يعني لما اجي اخد الغرزة بدل ما اخدها كده لاخد الغرزتين مع بعض كده ده هيخلينا نقل العدد الغرز فممكن يعني مسلا نعمل كده في كام واحدة مسلا مرتين او تلاتة بس واحدة في النص واتنين على الحروف هنلاقيها لمت معانا الرقبة كمان وما بقتش واسعة لكن انا هي مضبوطة عندي فانا هشتغلها سطر عادي بدون طمئيس كمان. طبعا نفس الشيء ممكن نعمله في الرقبة يعني لو الرقبة برضو سوري في الظهر لو الظهر برضو طلع واسع او حاسنا ان هو قابب شوية مش مريح على على الرقبة وكده ووضع الجسم اللي ممكن نعمل نفس الشيء اننا نشتغل غرزتين اتنين مع بعض فقلل معانا الغرز فيخلي اخر سطر ده مشدود ويلم الرقبة. انا هشتغلك هستغل كامل السطر الاخر. وارجع اقفل معكم السطر. السطر الخامس. انا وطلكو احنا عالضهر نشتغل في الغرزتين العيدة معنا عشان لما نقلب ونبقى على وش الشغل. الغرزتين اللي اشتغلناها مع بعض يبقى في المكان الفوضي اللي تحت ده فما يبانش ان احنا مقللين غرز. لو اشتغلناهم في العيدل هيبانوا هيعملوا كده يعني هيبانوا الغرزتين دولة في غرزة فيهم نقصت يعني. دلوقتي هنشتغل السطر الاخير ده والسطر التأفير هنشتغل كله بالعيدل. اول غرزة بفوتها والتانية غرزة. هشتغلها كله عيدل. مش هشتغل لا اتنين مقلوب واتنين عيدل. لا هشتغل كله عيدل. واقفل. اشتغل كله عيدل. اشتغل كله عيدل. عايز اوريكم بس التقفيل اهو شكل الرقاب اهو. مش واسع ولا حاجة. كمان لما نقفل الشغل هيبان معانا لما نقفل الكتاف هيبان معانا الرقابة عاملة زي وهي مستخلة. طبعا هخلص السطر وارجعلكم مرة تانية. السطر اخلص بالشكل ده اهو التقفيل باين. بقي عندي اخر حلقة على الابرة هعدي منها الطرف التاني. بالشكل ده. يبقى انا كده قفلت الرقابة. انا كده قفلت الدراعين اهو. ده شكل الدراع هو متقفل من الجنب. شفتوا الحار ده قد ايه مزبوطة. وده الدراع التاني بس ده هو عادل وده على المقلوب. ده كمان تقفل. اهو الخياطة اهي باينة. طبعا الاماكن ديت هي اماكن التزويد. اه كمان قفلت الجنب بنفس الطريقة. وانا على دهر الشغل. شكل الخياطة اهي في الجنب. عايز اوريهلكو على العدل. الخياطة اهي شكلها مهندم ومزبوطة. هقلب الشغلة تانية عشان اقفل على المقلوب. وهنقفل مع بعض الكتاف الاول وبعد كده نقفل الدراعين. عندي فتلة. اشوف اي طرف فيهم مثلا في في فتلة زي كده مثلا. اشتركوا في القناة. هو هقفل الكتف دوت في بدايته فتلة زي كده. هقفل بيها. ولو ما فيش عادي نحط فتلة تانية. هندخلها من الطرف من هنا ومن هنا وبنربط ربط زي كده وبعد كده نكمل نشتغل بيها. هو لازم اخد الطرف بالزبط. اول غرزة فوق خالص. عشان ما يكونش في جزء مش متخيط. وبعد كده باغط برضو من جوه. انا باغط من الظهر او من جوه لبرا. ومن هنا نفس الشيء من جوه لبرا. إِلغبَ رجلية مجرrar بداية الرقابة في الوش او الكولة في الوش في الظهر جت مع بعض اهي لانه بنغض غرزة وصد غرزة لازم نمشي خطو خطوة عشان الام كمان المكان الحردات تيجي وصد تيجي مع بعض موسيقى في المكان اللي فيه الحردة مش بياخد الغرزة اللي فوق بس العينة لانه اللي خدتها هبص هيكون عندنا خرم اهو باين لان هاخدها هدخل جواها وهياخد الطرف من الغرزة اللي تحت عشان تبقى قفلة معي الخرم دوت مايبقاش واسع نفس الشي اهو في الجنب التاني خرم باين مش هياخد في هنا في الواسع لها هياخد من تحت يعني بصوا لما اخيط في الغرزة دي كده بس مسلا هتتشد تقفل الخرم معي برضو هكمل خيوطة كده خلصت الكدفق اهو دلوقتي هخيط الكم كمان هجيب الكم بالشكل ده كمان الكم يكون على المقلوب انا غندي اخر حاجة احنا قفلناه في الكم كانتنشر غرزة فهعمل ايه هاجي اه في الست غرز في نص الاتنشر غرزة في اول مسلا اه اول غرزة في الستة العشمال يعني هعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هاجي هنا وهدخل بالابرة بالشكل ده وبعد كده هكمل خيوطة كده بالشكل ده اشتركوا في القناة مرة في الغرزة ومرة في المكان اللي بين الغرزتين لان الغرز ديت غير دي دي غرزة غرزة يعني كل كل ما كان عندي بغرزة لكن دولة بتتعامل واحدة كل سطرين لان احنا بنشتغل الغرزة اللي في الطرف مرة بس في الاخر وفي الاول بنفوتها وبنشتغل هيش عشان كده دي كل سطرين مش سطر واحد لكن دي غرزة كل سطر واحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة برضو بما وصلت للمكين بتاع الحردة اهو فيه خرم اهو برضو هياخد من تحت كده هاخدها معي او هياخد الجزء دوت وانا بقفل عشان يقفل الخرم دوت يعني اهو انا هنا مفروض ان مفروض ان ده الدور عليه ان انا اخد الجنب اللي ورا فهدخل كده في قلب الغرزة وبعد كده هعبدي من الخرم الواسع ده وبعد كده هقفل هنا الست ورس خلاص خلصوا بعد كده عبقى عندي غرزة كل سطرين زي مهنا غرزة كل سطرين فهياخد غرزة قصد غرزة وفي نفس الوقت انا كل شوية اقيس اشوف فوضل قد ايه عشان بصو يا جماعة الخياطين وصوت بعض بالزبط دي خياطة الجسم البلوفر ودي خياطتكم اهوة مشيتهم مع بعض قد بعض بالزبط انا ممكن كمان يعني ايه استخدم دهبيس علامات زي كده حط واحد هنا واحد كمان بعضيه بمسافة عشان ابقى متأكدة يعني ان انا مش هرحل في الخياطة بس وفضل ماشية بقى غرزة غرزة عشان خياطة تكون اهم خياطة في البلوفر لانه آآ لو خياطة لو كما وخياطش كويس هيبقى باين لانه حتى اولا في مكان باين جدا والخيطة بتاعته بتبقى يعني اول حاجة بنشوفها الخيطة تكون مباينة هي متخيطة كويس ولا لأ فبححس ان هي اكتر حاجة بتباين هي والقولة ازا كانت معمولة كويس دول بيبينوا البلوفر فعلا كويس او لأ. انا بحاول ااخد الغرض قصاد بعض يعني ممكن ما يكونوش بالزبط بالزبط لان اصلا الشغل ده غير الشغل ده فعشان كده تركيب ده بيزي مهم يخلينا ما نرحلش في الخياطة. انا هخلص بقى بنفس الطريقة كده لحد ما وصل للخياطة وبعد كده لو عندي طرف خيط هنا في خيطة الكم هنا ممكن اكمل بيه لو ما عنديش ممكن اكمل بنفس المكان اللي بدأت منه الجنب دوت. خلصت خيطة الجيب من الجنبين سوري الكم من الجنبين وقفلت كمان الكتف التاني وطبعا هخيط الكم ده زي ده بالزبط. عايزة وريكو شكله بعد ما تخيرت هعدلو. عايزة وريكو حاجة الاول قبل معدل ازاي هشطب الفتاة دي? هي معظمها ما هنلاقيها عند الخياطة. فهنعمل ايه? هناخد قبرة التشطيب كده. هنحط فيها الخيط كل الخياط بقى. هنشطبهم في الخياطة. يعني همشي بالفتلة دي مسلا. كده. في الجزء اصلا اللي فيه خياطة ده. كده. بس انا مش عايزة مسافة اطول من كده لانه اصلا الخيط في الاخر مربوط. يعني انا ما بوصل للنهاية هنا لو فيه طرف زي ده بروح ربطه معقدة في بعض. وبعد كده بمشي الخيط وبعد كده بقص. الاهم حاجة ان احنا نخيط نمشي الخيط في لونه. يعني ده لونه رصاصي هنمشي في رصاصي. ده لونه جري هنمشي في الجري. ما ينفعش نشطب ده هنا. تمام? عشان فيه فتل كتير جدا انا هشطبهم يعني هاخدوا معنا وقت. ده شكل بعد ما خلص بعد ما قفلت الايدين انا شطبت يا جماعة بابرة التشتيب خلصت كل الفتل اشتغلت بس حاجة اللي هي انه اشتغلت الاطار اللي عالجيب دوت بس اشتغلته غرزة عادل وغرزة مقلوب مش غرزتين غرزتين زي ما اشتغلت الاستك عشان هو مسافة قصيرة بس عشان يبقى باين الاستك بتاعه. ان شاء الله هبقى اعملكو فيديو تاني مش رح في طريقة الزند. ان شاء الله هشوفكو في الفيديو الجاي. السلام علي.